اشتركوا في القناة اللي يشرف أنني نكون مشاركة في هذه المسلسل إلى دق الحال إلى دق الحال مسلسل اجتماعي وفيه جميع المكونات يعني الكوميديا اجتماعية الدراما كذا مسلسل ان شاء الله نتمنى يجب الجمهور دوري دور كلتهم كلتهم سيدة اللي كتعيش في واحد الدار اللي واحد سيدة جمعنا فيها دونيا بوطازوت زاهرة صديق صوفيا شرف خديجة اللوش فريدة فريدة بوليازيد وممتلين خورين يعني برادة يغيتها برادة احنا واحد البنات اللي كل وحدة وعند قصة ديالتا وكنت موعد نعمة بلما نحرك أكتر المسلسل نبغينا نخلي تتشوفوا مفجأة مي دور كلتهم واحد السيدة اللي عيش معهم تايا عندها ظروفها اللي جبت قدرة أنها تعيش معهم عندها قصتها عندها حكايتها وجدت تعيش في المدينة وإنسان اللي طيبة كتدير الخواطر الكامل ولكن هي ماشي يعني ماشي ماشي عبيلة هي دكية وممتلون كتتحاول باش مأمكان كتدير كتعرف كل واحد كتدير تتباشي لهم علاقة عقلتهم وذك شيلي فراسة فراسة وكتبغي ذك شيلي باغية باغية ولكنهم ممتلون طيبة هذا هو التعامل من بين الحمد لله تقريبا رابع مرة كنخدم وكيحصل ليشارف مع المخرج مورد الخوضي مورد الخوضي من المخرجين اللي بكل صراحة فنان فنان ومخرج متكامل مخرج اللي كيعرف عشنو بغي يدير قبل ما نحن نكونو كيعتك كيعتك بزافة الحواج اللي كيزيد كيزيد يعاونك في البرسوناج بكل صراحة مورد الخوضي يستحق كل تشجيع والتقدير همو قريب الشخصيتي الدور ديال كلتم قريب الشخصيتي يمكن تنقول بديك طيبوبة لأن أنا طيبة ما تنخسر مع التواحد كيحاول إنسان وخاتن كون مقلقة وخا نكون خديت سوء خديت واحد سوء تفاهم عشي واحد كنخلي دائما داك الاحتياط بني ولكن اللي فراسي فراسي كنحاول بش مأمكان ما نخلقش مشاكل هاكا الشخصية ديال كلتم دائما عرفاهم را كينمو فيها وعرفاهم كيضر فيها ولكن خيضاهم على هواهم ولكن اللي فراسة فراسة كديرتك شي اللي بغات وباحد شكل يعني عادي طيب سوء المهم لأن أولا احنا كنتواجدو في بلاتو تصوير حاليا ما يمكنش يقع الغيارة يكون يقع سوء تفهم غينوض الأمور غتولد خارج البلاتو خارج هاكا حشو ما احنا ولينا كبار من هات الشي ما ما يمكنش حتى الحياة الشخصية ديالإنسان بالنسبة لي أنا كخادي جايد لي ما يمكنش لي حياتي الشخصية غضي نتقسمها مع وحدين أخرين ولا نتقسمها على السوشيال ميديا لأن كتكون عارو عيب رغم ذاك شي إنسان راك يكون كيكون إنسان كيدووز حوي جد زوينة والخلاف تيكون ولكن يبغين منفضل يكون ذاك شي يكون مستور يبقى أمفامي لأن الحياة الشخصية حشو ما تخرج على برا هذا هو اللي كي أنا 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 ما كرفت تحد يخدم غير اللي عنده الباب واسع واللي اللي تنقول هو إنسان اللي عنده موهبة وبغي يمثل وعنده قدرة بش يمثل حيث تمثل مشيسان ويكون يدوج من تجارب على الأقل يقض واحد لإكسبرينيونس تعال المصرح لأن المصرح أبو الفنون الباب فسوح أنا ماشي ضد هذا ولا ضد هذا إنسان يكون عنده غير موهبة وميدرش هاد الباب هاد يديرو غير هكا من أجل الشهرة ولا من أجل هذا حيث إحنا عانين وقصين بزاف لحويش باش نوصل للجمهور وباش يحبونا الجمهور بهالطريقة لأن الميدا المصرح إحنا بدنا بالمصرح كيمشي بدنا السينيما إذن خطوة خطوة الحمد لله دبرا أولت الأمور مع عالم العلامة وهذه الحويجات اللي ولات هاد رأى الباب واللازع ما تقريب الرأس شهرة ولات ساهلة بالنسبة هاد هيرو أنا مش ضد شي واحد لأن حاجة وحدة لكينا هو أن تكون عندك موهبة وغير تتقل لنا هذا ميدا نقي حتى نقول هو بحد إنسان يدخل لها و هو كي يحبه ما يدخل لي هو غير من باب كما قلت في الشهرة هذا هو اللي كاين واشا نقول لك بخفا حتى نقول أن نحنا تنشكر المنابر الإعلامية لأن هي اللي كتوصل الجديد للفنان للجمهور وبخفا تنقول بخفا كين شي ضيه ديهم ما كن عممش كين بعض اللي كي شوهو وما كيعرفوش أشنو واقع بالضبط وتي خرجو بشي 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 كلام ماشي هو هدك على الفنان ولا على الموسيقى ولا الممتيل ولا كين شحويش خرج بدون ما يعرفوه حيث سبق لي أنا ووقعت لي ماشي أنا كان ذرب على المسرحية وحد الوقت حتى خرج أنا خدي جيت لي بطلات من ضال دار كان شو ووقعوه 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 خرجوه المسرح كدر بعو المسرحية كين شي حويش لي كدرك بخف وكدر في حقيقة كدر لأن ضرات ني أنا ضرات ني ووقعت بزفت المشاكين العائلية لأن أنا إنسان عندي عائلة نسابنا عندنا ناس اللي كندير هاد الميدان كندير باحترام وعن حب وعماري من دمت علي اختيار ديالي الشخصي حياتي كلها وأنا كنحلم أنني ندير المسرح والمسرح أو الفنون كما قلت كرتح شي حاجة اللي كندير عماري من دمت علي وإنسان يتحدى أي حاجة أي هل هو ديك المسائل الشخصية خست أيام الزمن جميل من دار أيام الزمن جميل ما كانوش هاد الإمكانيات وما كانوش هاد تقنيات اللي كينين دابا وكان دك شي تلقائي وكان الشخصية كتركبك الشخصية كتتعيش معك من دار معموني ما غنساها من دار دار رغم أن ثلاثين سنة اللي دست عليها أو أكثر وباقي الناس اللي حت لآن يجب دوالية اللي شوفوهم وطفال صغار وكبرو توجو وليداتهم باقي كيشوفو دابا كيتلقوا بيوت يقول يوليدات تيرا كيشوفو من دال دار الخدمة النعاسة الخدمة الوكال الخدمة وليخ 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 حويش كتفرحك لأن الحمد والله كتشوف الناس كين واحد حب حب الفنان الفنان في حقيقة يحافظ على مكانته ويحافظ على احترامه نفسه واحترامه الجمهور واحترامه العائلته والحمد لله هذا ما يبقى فيه حاولنا باش مأمكان نبقى وحنا دائما يحبونا الجمهور كيف شابونا نهر الأول ومن هاد المبنبر كنشكر الجمهور الكريم اللي دائما كيش جعني في المغرب وخارج المغرب تحية كبيرة لهم وكنقول لهم دائما نراني كنحبكم وكنموت عليكم وان شاء الله غتشوفوني بالجديد في رمضان الكريم ان شاء الله ونتمنى نتكون خفيفة على قلوبكم وتحياتي وتبارك الله عليكم وكنحبكم وكنموت عليكم لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطو على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد